إلى مراكش حيث تتواصل أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي انطلقا يوم أمس في اليوم الثاني من هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان إدريس بن زكري واجهة مراكش أسف ممثلة في دار المنتخبة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية في مجال حقوق الإنسان الأساسي بالنسبة لنحن هو أن عندنا قناعة اليوم بأن الطلاع النخب السياسي المحلية بمهمها وفق مواضعه القانون والتنظيمات المنبتقة عنها من ضوابط لا يمكن أن يتسنى دون تملك حقيقي لمبادئ حقوق الإنسان والتقاف المرتبطة به شكرا